موسيقى وفقاً للمرسوم الملك الصادر من الأنظمة والتشجيعات الخاصة بالمملكة العربية السعودية قد تم سن قوانين وإصدارات تعليمات خاصة بالعلم للمحافظة على مكانته العالية كرمز مبجة للوطن والشعب ورمز العزة والشموخ وشير على أهمية معرفة درجات اللون الصحيحة حيث لاحظ في السنوات الماضية وخاصة في الاحتفالات الوطنية استخدام درجة لون فاتح له زمور ردي وله أخضر غامك ولمعرفة اللون الطبيعي لا بد من الرجوع للدليل الإرشادي لاستخدام علم المملكة العربية السعودية يشدد على أهمية احترام ارتفاعات سارية العلم وفقاً لتعليمات النظام حيث يحدد ارتفاع السارية في المساحات العامة وعلى المباني وعرض العلم مما يبرز أهمية احترام الرموز الوطنية وهي ارتفاع السارية في المساحات العامة لا تقل عن 6 أمتار ارتفاع السارية المرفوع على المباني لا تقل عن مترين عرض العلم في الحالتين السابقتين لا يقل عن 80 سنتيمتر من المهم أن يكون الجميع على دراية بهذه التفاصيل وعلى الجميع إعطاء احترام ومكان سامل يستحقها وأكيد تعويض الطلاب على ذلك أمر مهم عندما يشاهدون الكادر التعليمي والإداري ملتزم بذلك من خلال قيامهم بالتعامل معهم بكل احترام ومهابة والانتباه للتفاصيل ولتفادي بعض الممارسات الغير صحيحة التي كنا نشهدها في المناسبات الوطنية والمسيرات أفكر ملاحظات للاستخدام الصحيح للعلم يجب أن يكون العلم دائما نظيفا ومكويا ولا يجوز في المكان الواحد رفع أي علم أو راية تعلو أو تتجاوز حجم العلم الوطني ولا يرفع في الوضع أدنى من أي علم أو راية أخرى وعليه يحظى الرفع العلم إذا كان تالفا أو كانت ألوانه باهتة أو مستهلكا أو متسخا أو غير مطابق للمقاسات المحددة ننوي على المدرسة أن تقوم بجولة شهرية للتأكد من أن الأعلام المرفوعة في المدرسة والقيام باستبدال الباهت أو التالف مراعاة تناسب حجمه مع مساحة المكان الذي سيرفع فيه سواء كان ذلك مبنى أو منصة إذا كان العلم الوطني مرفوعا على نحو تظهر فيه جانبي فيجب أن يكون الرسم الشهادتين والسيف ظاهر على كل من الجانبين يجب أن لا يلامس العلم أي شيء أدنى منه أرض، ماء، طاولة يجب الامتعان عن وضع أي إضافات عليه يشمل ذلك وضع توقيع أو صور أو إشعارات أو رسومات أو أي شيء مشابه على العلم عدم تزيين أطراف العلم أو وضع أي إضافات عليه بأي صورة كانت يجب أن لا يوضع على العلم أي عبارات كذلك يحضر استعلام العلم المملكة كعلامة تجارية لأغراض الدعاية التجارية أو أي أغراض أخرى ولا يوضع أو يطبع على أجساد الحيوانات يجب أن لا يستخدم العلم كأداة ربط أو لف أو حمل شيء ما وأهم الأمور لا يرسب على الكيك ليأكل يجب أن لا يرفع العلم السعودي بشكل مقلوب مهما كانت الظروف ويحضر تنكيس العلم المملكة الوطني يجب أن لا يثبت العلم أو يشد على السارية بل يكون دائما واقفا وحر الحركة يوضع العلم الوطني مرفوعا منفردا على المباني التعليمية وهنا سنتحدث عن المواقع التي يوضع فيها داخل أي منشأة تعليمية إما أن يكون مرفوعا في منتصف المبنى أو مرفوعا منتصف المبنى إلى اليمين أو مرفوعا بجانب مدخل المبنى أما إذا كان على المبنى أو أمامه فيكون العلم الوطني مرفوعا على السارية التي تتوسط المبنى فإذا لم تكن السارية في المنتصف يتم رفع على أقرب سارية للمنتصف من جهة اليمين أي يسار الواقف قباله إذا كانت مجموعة السواري على جانب المدخل الرئيسي المؤذي للمبنى فيكون العلم الوطني مرفوعا على السارية الأولى الأقرب إلى المدخل إذا كانت السواري متفاوتة الأطوال بحيث تكون فيه إحدى السواري أعلى من الباقي فيتم رفع العلم الوطني على السارية الأعلى إن الالتزام بتلك الأصول والقواعد التي تخص العلم ليس مسؤولية الإدارة وحدة بل يمتد ليشمل جميع أفراد المجتمع التعليمي إن توجيه الطلاب وتعويدهم على احترام الرموز الوطنية يلعب دورا هاما في بناء جيل يعتز بتاريخه وهويته الوطنية السعودية شكرا لكم